السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مجددا في حصة جديدة من حصص الاستماع والتحدث ومع حكاية جديدة والتي تهتم بمجال الحياة المدرسية تحت عنوان أول يوم بالمدرسة أتمنى أن تروقكم حاولت أمي أن توقظني من النوم لكنني امتنعت لأنني لا أريد أن أذهب إلى المدرسة ادطرت أمي إلى حملي ووضعتني في الحمام أمام الصنبور لم أحرك يدا ولا قدما قامت هي بغسل وجهي ويدي وشعري ثم حملتني إلى دولاب الملابس ألبستني قميصي ومعطفي أغلقت الأزرار وأنا واقف كالتمثال وعندما قامت بتصفيف شعري أعدته إلى وضعه الأول أخذتني إلى حجرة الطعام وضعت أمام كوب لبن وفطيرة وذهبت إلى حجرتها لترصدي ملابسها شربت اللبن وسكبت بعضه على ملابسي ركضت سريعا إلى المطبخ وأحضرت فوطة ونظفت ملابسي في المدرسة كان كل شيء جميلا دخلت المبنى فوجدت لوحات على الحائط وبالونات كل المعلمات يبتسم حاولت معلمتي أن تأخذني فتمسكت بفياب أمي وقلت لها لا تتركيني هنا رأيت كل الأطفال يبكون أخذتني المعلمة بحنان إلى داخل الفصل وقالت لي أين تريد أن تجلس؟ اهتديت إلى ركن في الفصل حيث يجلس دب أبيض أخذت مكاني بجانبه فقال لي أهلا بالصديق الجديد ما اسمك؟ اسمي إياد وأنت ما اسمك؟ أنا دبدو هيا تفضل معي ننشد نشيد المدرسة إلى هنا نكون قد أنهينا حكايتنا لهذا الأسبوع على أمل اللقاء بكم مرة أخرى ومع حكاية جديدة وإلى الملتقى